اختتمت فعاليات معرض الجواهر العربية 2021 والذي وقيم في مركز البحرين الدولي للمعارض وللمؤتمرات على مدى خمسة أيام معرض الجواهر يعتبر أكبر وأرقى معارض الجواهر والمقتنيات الثمينة في الشرق الأوسط يحتل مركزا متقدما بين معارض المجوهرات المقامة حول العالم بمشاركة أكثر من خمسمائة وخمسين علامة تجارية اختتم معرض الجواهر العربية فعالياته حيث قدم مجموعة هائلة من المجوهرات والتصاميم الكلاسيكية والمعاصرة إضافة إلى صناعة الذهب المرتبطة بالموروث البحريني التنظيم جدا ممتاز يعني الحمد لله ما حسنا موضوع كورونا كان في وعي عند الناس رقم واحد اثنين عند التنظيم صار عندنا إدراك وايد جيد عند الجميع فظهرنا بمخرج وايد زين اللهم لك الحم هذه من ناحية التنظيم أما من ناحية المبيعات أعتقد أن الجميع مبحنا فقط طافت التوقعات في المبيعات من ناحية الكلكشن الجديد اللي نزلنا ومن ناحية المنتجات اللي كانت موجودة عندنا يعني طافت كل التوقعات اللي احنا خليناها الحمد لله حققنا مبيعات جدا ممتازة حصلنا عدد جدا كبير من الناس الجديدة ومن الناس اللي هم الريق الأركستمر مالنا الحقيقة احنا صارنا أكثر من عشر سنوات وحنا نشارك في معرض البحرين والمعارض الدول معرض البحرين بالنسبة لنا من أهم المعارض الحقيقة من أهم المعارض العالية للمستوى من ناحية التصميم من ناحية الجودة للبضاعة من ناحية التجار من ناحية الأفراد التسهيلات اللي نشوفها في البحرين من المطارات والحدود الحقيقة عندنا زباين الآن يجوني من الكويت يجوني زباين من الإمارات يجوني زباين من عمان عندنا طبعا من السعودية الحمد لله من أول يوم وهم مشاركين معنا ودعميننا المعرض افتتح أبوابه هذا العام لآلاف الزوار من البحرين والخليج العربي والعالم ليقدم لهم تجربة ثرية تلبي احتياجاتهم بشكل مثالي ما يعكس حرص القائمين على المعرض لإرضاء مختلف الأذواق أنا كمان كديزاينر باهتم أن أشارك كل سنة في المعرض على إقبال الكاستمرز وأنه بيعد من أهم المعارض في الميدل إيست والسنة هذه شايفين الإقبال زايد جدا الحضور يعني واضح من أول يوم الإقبال على المعرض سواء من البحرين أو السعودية الكويت من كذا دولة يؤكد النجاح الذي يحققه معرض الجواهر العربية عاما بعد عام في استقطاب الزوار والمهتمين بصناعة الذهب والمجوهرات من جميع دول المنطقة شاهزية مملكة البحرين للتوسع في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات بما يحقق الأهداف الطموحة للإستراتيجية السياحية الجديدة في إطار خطة التعافي الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر